الوجب ذات نفسها دكتور طبعا لو كلمنا برضو عن طلاب مرحلة مختلفة شوية سنوية عامة أو جامعة بنلاقي يا دكتور ان في نجال القهوة وراء على طول كوباية النسكافيه طول الوقت علشان يصحوا فهل فعلا الحاجات تي بتزاعد على ان الشخص يفضل صحي ساعات طويلة جدا وهل برضو هي مرهاش اي سايت افاكت او اضرار عليه لما ياخد مثلا ممكن ست كوباية النسكافيه في اليوم مثلا بنشوفها فعلا ونبتحسن في الحقيقة طبعا المنبهات من الحاجات اللي هي يعني بنقول عليها اللي هي يعني الحاجات الجيدة والسيئة في نفس الوقت طبعا المنبهات او العناصر غزائلة محتوى على مادة الكافيين زي الشاي او القهوة او النسكافيه او حتى الشوكولاتة او الحاجات دي الكافيين طبعا في المقام الاول مادة منبهة للجهاز العصبي من الدرجة الاولى ولكن طبعا احنا احتياجاتنا من الكافيين يعني ما بتتعداش جرعات كبيرة او ما بتبقاش محتاجين جرعات كبيرة منها فاحنا دايما بنقول يعني لو فين جان قهوة في اليوم ده بيبقى حقيق يعني بيدي الجسم احتياجاته او بينشط الجسم او بينشط الجهاز العصب ويخليه يشتغل بطريقة كويسة جدا للأسف كل أسازتنا يعني ده كاترة مخ والعصاب بيحذره بصورة كبيرة جدا جدا من الإفراد في تناول المنبهات لأن ده للأسف بيخلي المخ يعني يشتغل working bind its effort يعني بيشتغل أكتر من المجودة الطبيعي اللي بيقوم بي شغل المخ أكتر من الموجودة الطبيعي اللي هو المفروض بيقوم بي ده على المدى الطويل بيصاب بقى المخ أو أنسكة المخ أو الخلال العصبية بالتلف وللأسف بقى مع تقدم السن بنصاب بقى بالمشاكل بقى ليها ضعف الزاكرة الدمينشيا ومشاكل حتى الزهايمر ولأسف بنصاب يعني مشاكل كتيرة جدا قد توصل ليه درجة ليها الستروك أو ليها الجلطات في المخ فاحنا بنقول دايما الإفراط في تناول منتجات الكفايين بيعمل تهيج أو إصارة للجهاز العصب بسرعة كبيرة جدا وللأسف لا يؤتي وإن كان يعني في مخيلات البعض أن ده مرتبط بالنشاط أو الحوية بيبقى نشاط مؤقت وحياة مؤقتة وبتضر أنسجة المخ على المدى الطويل فاحنا دايما بنقول الاعتدال في المشروبات أو الحاجات اللي هي فيها بتحتوى على كفايين بنقول مثلا معدل كباية أو اتنين شاي يوميا وفنجان قهوة في اليوم ده كفيل جدا أنه يعني يدي المخ بتاعي النشاط اللي أنا محتاجه من غير ما يأثر عليه في المستقبل ممكن نستعيد عن ده بعصير الفكهة يعني عصير الفكهة دايما نتعرف هيك الفكهة لما بتتعصر فيه فيتامينات فيها بتتحول لصورة دايبة في المياه وامتصاص الجسم لها بيبقى جيد جدا يعني أنت بتقدم للجسم مادة غذائية جاهزة للانتصاص والتوظيف وللأسف دي أو مش للأسف من الجيد أن الحاجات دي بتدي الجسم احتياجاته بصورة جيدة جدا أكتر من منتجات الكفايين أو الحاجات اللي هي منتجات اللي بتحتوي على الكفايين لهم للناس كثير مش بتستخدمها أو مش بتلجأ لها على عكس المعتاد يعني هو طبعا إحنا يعني يعني أقول العادة بتصبح عبادي يعني إحنا فيه موروسات أو معتقدات بتبقى موجودة عندنا وما بنقدرش نغيرها يعني بيبقى دايما ارتباطنا بفنجان القهوة أو فنجان النسكافي عن فكرة أنا بحذر كمان من خطورة الحاجات اللي هي النسكافي اللي هو الجاهزة الحاجات اللي جاهزة دي ها حاجات الهال على طول تريعا جدا مشكلتها أن هي بتحتوي على مكسبات طعم وألوان وأصباغ وملونات ومواد حفظة للأسف الحاجات دي يعني للأسف يعني بتتلف الصحة العامة وبتأثر علينا بشكل يعني سيء جدا يعني والأسف في بعض المستحضرات دي أو الحاجات الجاهزة دي ممكن سبب لنا مرض الضغط لأن الحاجات دي بتحتوي على نسبة جاهزة من الكافيين بترفع ضغط الدم داخل الأوعية الدموية وممكن نبقى مصابين بمرض ضغط الدم بسبب الحاجات الجاهزة دي فإحنا بنقول دايما حبوب القهوة أو القهوة العادية بتاعتنا ده أفضل بكتير جدا جدا من الحاجات الجاهزة دكتور يعني لو حبينا برضو أن أي أم توجه المأكلات أو المشروبات السليمة في وقت الامتحانات هتركز على إيه وهتقدم إيه حاجة نشرة الزكرة بشكل دائم ويكون مفيدة جدا لكل أولادها نحن دايما نقول في المقام الأول الأسماك هي البرين فودز يعني الأسماك هي غذاء المخ طبعا الأسماك زي ما هيك عرفة بتحتوي على كميات عالية جدا من البروتين تحتوي على كميات عالية جدا من الأمناح المعدنية زي الماغنيسيوم والبوتاسيوم والمانجنيز والفسفور والحاجات دي كلها الحاجات دي في المقام الأول بتمنع أول حاجة الاسترس أو الضغط العصبي لأن وجود الماغنيسيوم أو المانجنيز أو البوتاسيوم في الأسماك بشكل عام بيقلل المواد اللي هي بتتفرز نتيجة الاسترس او الضغط العصبي اثناء فترة الامتحان فانا قريدي اعملت تصبيت او منع للمواد اللي هي اصلا بتعمل الاسترس او بتزود النشاط العصب الزيد خاصة اثناء فترة امتحانات الاسمات بتحتوي على حاجة جميلة جدا مسميها الاوماجا 3 ودي نوع من الدهون اللي هي الاوحادية عدمت التشبع والاوماجا 6 والاوماجا 9 الحاجات دي أنواع اللي هي الدهون الأحدية دي من التشبع دي بتوصل الدم بصورة كبيرة جدا للمراكز العصبية وخاصة المراكز الزاكرة وبتخلي توصيل الدم للأنسية المخ عالي جدا 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 فإحنا بنقول بنحافظ على الأقل من واجبتين أو تلات واجبات في الأسبوع خاصة أثناء فترة الانتحانات بنركز على أسماك السلامون، أسماك السردين، أسماك الماكريل، أسماك البولتي الأسماك بشكل عام بتخلي المراكز الزاكرة أو مراكز السكيلز أو التعلم في المخ تشتغل بكفاءة كويسة جدا ده جزء الجزء الثاني طبعا في حاجة مهمة أول اللي هي التمر مع اللبن يعني طبعا ده غزاء الرسول عليه الصلاة والسلام يعني دايما بنقول التمر بيحتوي على عنصر نادر جدا جدا إلى جانب طبعا كل الفيتامينات والأملاح والمعدن اللي بيحتويها والبروتين والحاجات دي كلها عنصر منجنيز وده عنصر نادر جدا جدا وده يعني بفضل الله سبحانه وتعالى بيخلي مراكز اللي هي التعلم أو القدرات أو تنمية القدرات في الجسم تبقى عالية جدا وقدرتنا بقى على استذكار المعلومات أو يعني نحن نفتكر الحاجات اللي احنا ذكرناها بتبقى سهلة جدا وعالية جدا بسبب وجود عنصر المنجنيز بشكل خاص يعني فاحنا بنقول دايما نركز لولادنا في وجبة الفطار ممكن سبع تمرات على السنة مع كوباية لابن مثلا ده بيخلنا برضو في حالة مزاجية وحالة كويسة جدا يعني يعني دي كانت أهم النصائح اللي ممكن نقدمها النهاردة لحضراتكم من خلال دكتور محمد دايما بتكون نصائح مهمة جدا وكمان هنتجنب حاجات كتير جدا الدكتور قالها النهاردة بشكرا جدا دكتور محمد نورتنا كالعادة ريك كان الوقت أكتر من كده لأن احنا كنا فانا نحابين نسمع أكتر ولكن للكلام بقيا بإذن الله الأسبوع الجاي شكرا لك ولوجودك معنا النهاردة ربنا يخليك شكرا لك مشاهدينا دايما بتمنى لحضراتكم الصحة والتغذية السليمة لك ولكل أفراد الأسرة والنهاردة كان موضوعنا جميل جدا بشكر طبعا فريق الأعداد مرة أخيرة عليه موضوع البادي لانجل